السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمر إلى الفيديو التطبيقي الخاص بكيف نقوم بعمل تحريق عقارب الساعة باستعمال برنامج البوربونت إذن اليوم سنمر نتعرف على الطريقة الأولى هناك طريقتين فقط اليوم سنتعرف على الطريقة الأولى فقط الخاصة باستعمال حركتي الإظهار والإخفاء التي قمنا بإنجازها في فيديوهات سابقة إذن هذا هو العمل الذي رأيناه في الفيديو التطبيقي اليوم سنتعلم خطوة بخطوة كيف قمنا بهذا العمل أي بتحريق عقارب الساعة إذن سنتعرف كيف نقوم بتحريق عقارب الثواني نفس الحركات نستعملها في تحريق عقارب الدقاء أقوى عقارب الساعات مع بعض التغييرات طبعا إذن قلنا الطريقة الأولى أولا إذن سأقوم بإدراج دائرة إذن رأينا سابقا كيف نقوم بإدراج دائرة إذن insertion form أقوم بإدراج دائرة مثل المستطيل وأقوم بتعديل إذن حجمه أو المثلث وأقوم بتعديل حجمه أيضا إذن الآن إذن حصلنا على ثلاث عقارب العقارب الثلاثة سأضع نقطة فوق إذن تقاطع العقارب الثلاث إذن سأستعملها لاحقا عندما سأضع عقارب الثواني وأستعمل الحركات إذن الآن سأريكم كيف سنضع النقط أو المربعات الصغيرة التي توجد بجانب الأرقام قمت بإدراج مستطيل وقمت بتغيير إذن حجمه قمت بإظهار المحور لأننا سنستعمله سنستعين به دائما تكوبيي كوليسي إذن أضع في الوسط تماما إذن النقطة في الوسط تشير إلى التقاطع في الوسط تماما في منتصف التقاطع هذين الخطين في المنتصفهما تماما سنستعمل منتصف أجمب علي أنت بجانب الأرقام سنستعمل من أكبر بإذن حجم توقيع عقارب الثواني وأحسن للإذن هذا الشكل تماما أستعمل لأننا سنستعمل بجانب الأرقام إذن لأحصل على هذا الشكل تماما إذن انظروا في وسط الشكل كل الخطوط تتقاطع في نقطة واحدة الآن سأقوم بإدراج دائرة سأقوم بإدراج دائرة إذن经بونتها في نقطة واحدة الآن سأقوم بإدراج دائرة الآن سأقوم بتارددائما عندما تقوم بتصغير أو تكبر دائرة Je clique sur Shift d'abord pour ne pas avoir la forme ovale, pour avoir toujours la forme circulaire. L1, je sélectionne les deux formes et je vais faire la soustraction. Et j'obtiens, voilà, donc j'obtiens ces points ou bien ces petits rectangles ou bien ces petits carrés. Je vais changer la couleur noire et je vais la mettre à l'intérieur du cercle. Ça aqoumou, idan, bidabt hajjm. Haadi haddaira lati tahtawi ala al-nukat au al-murabba'at saghira li takouna wasat addaira tamaman. a assigner l'es-pro pud hard funds, donc j' clearer comment, il est envers l'es-pro vous permet. L'es-maidation, c'était. سأخطر هذا اللون إذن قمت بإذن عقرب الثواني إذن أعطيتها حركة إظهار وحركة إخفاء حركة الإخفاء قمت بضبطها في ثانية واحدة أبراً جو أجوتاً أجوتاً جو أجوتاً أجوتاً كم لطفاً مثل ما رأينا سابقاً إضافة صوت أجو شارك كليكي أجو شاركي أجو كليكي أجو كليكي أجو كليكي إذن ننظر الآن ننتبه جيداً الآن دونك بعد أننا قمنا بإعطاء حركتي الإظهار والإخفاء أبغاتر أي ديس بغاتر وقمنا بالضبط حركة الإخفاء ديس بغاتر في ثانية واحدة بعد ذلك ما علينا فعله فقط هو إذن كو بي كولي دونك عقرب الثواني وإذن أضعها إذن بهذا الشكل إذن قلنا وضعنا نقطة في تقاطع العقارب الثلاثة هذه النقطة إذن طرف عقرب الثواني دائماً أضعها على هذه النقطة لكي عندما تتحرك دائماً إذن الطرف يكون إذن فيكس سور سو بوان دانترسكسيون ديسيقوي إذن بين كل مربعين أسودين أضع أربعة عقارب الساعة أضعوا أربعة عقارب الثواني بلوتو إذن أربعة والعقرب التي توجد على النقطة الموالية هي الثانية رقم خمسة إذن بهذا الشكل نحصل على هذه النتيجة إذن من نقطة سوداء إلى النقطة التي توجد بعدها مباشرة خمس ثواني إذن المجموع على الدائرة إذن دائرة كاملة ستونة ثانية وعندما أنهي الستونة ثانية ستتحرك عقرب الدقائق بحركة واحدة إذن أكمل بنفس الطريقة كوبيي كولي وأضعوا إذن طرف عقارب الثواني على النقطة التقاطع العقارب والطرف الثاني إذن أحاول تعديل إذن موقعه على الدائرة دائرة الساعة إذن قلت أعيد بين كل نقطة أي بين كل رقم ورقم أضع أربعة إذن عقارب للثانية والعقارب رقم خمسة أضعها في النقطة الموالية إذن لأن بين كل نقطتين خمس ثواني إذن الآن سأحصل على عشر ثواني هذه إذن خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إذن بنفس الطريقة أنهي إذن الدائرة بأكملها بنفس الطريقة إذن أعيد قمت بإعطاء أقرب الثواني حركتي الإظهار والإخفاء وقمت بضبط حركة الإخفاء في ثانية واحدة ثم كررت العملية إذن كوبيا كولي سور تول ديسك أحصل على هذه النتيجة بعد أن أقوم إذن بنسخ العقارب الثواني وأضعها على كامل القرص قرص الساعة أحصل على هذه النتيجة إذن نفس الشيء أستطيع أن أقوم به بالنسبة لعقرب الدقائق إذن سأعطي دقيقة ليست إذن ثانية أي ستون ثانية للدقائق وأضع العقارب الثانية أضعها إذن أضع الأولى على العدد مثلا خمسة والثانية على العدد الموالي أستطيع إذن 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 إذفاء جمالية للعمل وأستطيع أن أقوم بهذا العمل بهذه الطريقة إذن رأينا سابقا كيف نقوم بإذفاء جمالية يدخل ضمن الإبداع إذن دمتم في رعاية الله وحفظة إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر